أهلا أحبائي سأل الرسول بطرس ربنا يسوع المسيح بصعقة فإذن من يستطيع أن يخلص؟ ولقد سأل سجان فليبي بولوس أسيلة قال يا سيدية ماذا ينبغي أن أفعل لكي أخلص؟ والشاب الذي سأل يسوع المسيح ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية؟ قال يسوع أنا هو الطريق والحق والحياة ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي وكان رد بولوس وسيلة لسجان فليبي آمن بالرب يسوع المسيح فتخلص أنت وأهل بيتك وأنا مجغول أحبائي في ختام هذه الحلقة أصلي من أجلك ومن أجل عائلتك تخيل الرب ما عقدها قال لأن كل من يدعو باسم الرب يخلص وقال أيضا التفتوا إلي واخلصوا يا جميع أقاس الأرض لأن أنا الله وليس مخلص آخر تخيل أنظر نظرة الإيمان إلى الرب يسوع المسيح هذه النظرة مش راح الرب يخز لك نظروا إليه واستناروا ووجوههم لم تخجل في القديم نظروا إلى الحياة النحاسية كل من نظر إليها يحيا في العهد الجديد قال يسوع كما رفع موسى وكما رفع موسى الحياة في البرية هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدي عم بتمر في ظروف صعبة في هذه الأيام صار عندك خزلان عيد بروح وعيد بيجي عندك توقعات كثيرة وأصيبت بالإحباط والفشل عندك يمكن إحساس بالفشل بسبب زواجك عندك خوف على أولادك وعلى بناتك يسوع الذي ولد المخلص الذي ولد في بيت لحم صلاة اليوم أن يكون ميلاد جديد في حياتك هي بكل بساطة أن تدعو يسوع إلى قلبك وحياتك وأن تتوجه ربا وملكا على قلبك وعلى كيانك هي نظرة إيمان يعني الله لا يريد أن يهلك أنفس الناس مكتوب ولكن الله بيّن محبته لنا لأنه ونحن بعد خطات مات المسيح لأجلنا يا رب أنا بصلي اليوم أن كل نفس ما قبلتك أو متشككة في حياتها الأبدية بصلي اليوم أنك تكتب أسماء في سفر الحياة وتعطي الثقة واليقين أنك أعطيت حياة أبدية وضمان الحياة الأبدية بصلي يا رب كل من يشاهدني اليوم يدعو ويقول يا رب سامحني على كل خطيئة توبني فأتوب بصلي يا رب اليوم أنه يقبلوك يدعوك يا رب يسوع تعال إلى قلبي وإلى حياتي بالإيمان حتى تكون مخلصة وأتوجك رب وملك على قلبي وحياتي بالنعم أعطيني أعيش لك وأمتلئ من الروح القدس وأشهد عنك بصلي اليوم من أجل بيتك من أجل أولادك من أجل بناتك الرب يعطيك الرجاء والأمل أن لا تفلت نفس من عائلتك وهذا العيد يكون عيد فرح خلاص نفوس كثيرة بالذات من عائلتك في اسم الرب يسوع اللي له سلطان هذا الاسم أنه يغير ويتمم ويحقق مقاصد الله كل من يدعو باسم الرب يخلص شو رأيك اليوم ترفع ديك تقول له يا رب أنا بدعوك خلصني اليوم من الخطيئة واعطيني الحياة الأبدية إذا محتاج لمساعدة روحية تواصل معنا ومنحب نسمع منك لأنه منحب نتابع معك حتى تنمو كمان بالنعمة تنمو في دراسة الكلمة تتشدد وتتقوى ويصير عندك الثقة وأنه الله يباركك واحدة من الامتيازات أنه صار فيه علاقة صار فيه استجابة الصلاة السماء مفتوحة لك والله بيستجيب دعائك وصلواتك لأن مسيحنا حي ولد المخلص هللويا فاستقبلوه في هذا العيد والرب معكم اشتركوا في القناة